ناقشت اللجنة المالية بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة وكيل المحافظة المساعد رئيس اللجنة سالم الأحمدي عدد من القضايا المتعلقة بالموارد المالية في المحافظة وكذا سبل تنميتها خلال الفترة القادمة وأقرت اللجنة النزول الميداني إلى كافة المرافق الإرادية بالمحافظة للوقوف أمام مستوى مواردها المالية المحصلة خلال الفترة الماضية وتدارس السبل الكفيلة بتنميتها ومعالجة أسباب ضعفها وخلال الاجتماع أكد الوكيل الأحمد على ضرورة اطلاع اللجنة بدورها ومسؤولياتها كاملة في متابعة موارد المحافظة وتنميتها وذلك بحسب توجيهات محافظة المحافظة بهذا الشأن منوها أن التنمية المحلية ترتبط بشكل رئيس بهذه الموارد سلبا أو إيجابا وهو ما يتطلب من اللجنة القيام بدورها المنشود في هذا الاتجاه